عن نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حبان عن عكر ما عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثني الله تحال حين أسري بي إلى ياجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأبوه أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس ليلة أسري به في رواية ليلة أسري به إلى السماء فيجوج ومأجوج منهم من هو في السماء ومنهم من هو في جوف الأرض الله أعلم وقال قتادا ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال هل تدرون ما البيت المعمور قال الله ورسوله أعلم قال فإنه مسجد في السماء حيا للكعبة لو خرى لخرى عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس فصل في من يقتل أهل السماء ويعني يأجوج ومأجوج هم من يقتلوا سكان الفضاء أي تقاتلون وهذا الشطر الذي يهمنا في هذا الباب فيقولون أي جوج ومأجوج لقد قتلنا من في الأرض هل مفل نقاتل من في السماء وفي رواية أبي سعيد حتى إذا لم يبقى من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة فيقول قائلهم أي رئيسهم وسيد يا جوج ومأجوج هؤلاء أهل الأرض قد فارغنا منهم ولننزلن أهل السماء أي سكان الكواكب فيرمون بسهامهم وفي رواية بن الشابهم فيردها الله عليهم خضب دما فيقولون قهرن أهل الأرض وعلون أهل السماء والله علم وقال الحسن ابن عطية يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة مئة ألف أمة لا تشبه أمة أخرى لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مئة عين من ولده سبحان الله تذلل على أن يأجوج ومأجوج أصناف منهم من يشبه الضباء ومنهم من يشبه الغزال والماعز ومنهم من يشبه الكلاب ومنهم من يشبه النمور والأسود ومنهم ومنهم من يشبه الحيات وهكذا وهكذا والله أعلم فصل أخرج الحاكم ابن مرداوية من طريق عبد الله بن عمر أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وأخرج عبد ابن حميد بسنة صحيد عن عبد الله بن سلام مثله وأخرج ابن أبي حاتب من طريق عبد الله بن عمر قال الجن والإنس عشرات أجزاء فتسع أجزاء يأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس ومن طريق شريح بن عبد الله عن كعب قالهم ثلاث أصناف صنف أجسادهم كالأرازي وهو الشجر الكبير جدا وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى وأخرج أيضا الحاكم من طريق أبي الجوزاء يعني بن عباس يأجوج ومأجوج شبر شبر وشبرين شبرين وأطولهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم والله أعلم عن سعيد بن أب عن سعيد بن بيشر عن قتادة قال يا جوج ومأجوج اثنى وعشرون قبيلة بنا ذو القارنين السد على إحدى وعشرين وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الأتراك أو الترك عند جمهور العلماء فيكونون إخواننا لأب والله أعلم راوى الأوزاعي الأرض سبع أجزاء فست أجزاء منها يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق ويقال أنهم يأكلون جميع حشرات الأرض من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله تعالى في الأرض وليس لله خلق ينمو كنمائهم في العام الواحد ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر كففرتهم يتداعون تداعي الحمام ويعون عواء الكلاب ويتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا صح أصله في كتاب القصد والأمم في أنساب العربي والعجم قال ومنهم من له قرون وذنب وأنياب بارز يأكلون اللحوم نيئة وقال كعب الأحبار خلق الله يأجوج ومأجوج على ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالأراضي صنف أربع أذرع طولا وأربع أذرع عرضا وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى فيأكلون مشائم نسائهم ذكره أبو نعيم الحافظ وعن علي رضي الله عنه قال وصنف منهم في الطول شبر لهم خالب وأنياب كالسبع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذياب وشعور تقيهم الحر والبرد وآذان عظام يحدهم وابر يشتون فيها وأخرى جلد يصيفون فيها وعني بن عباس رضي الله عنه قال الأرض ست أجزاء وخمس أجزاء أجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق وقال كعب الأحبار احتلم آدم عليه السلام فاختلطا ماءه بالتراب فآسف فخلق من ذلك قال علماءنا وهذا فيه نظر لأن الأنبياء صلى الله عليه لا يحتلمون وقال الضحاك هم من الترك وقال مقاتل هم من ولد يافث بن نوح الله أعلم وفي كتاب الفتن لنعيم بن حماذ رواه الحديث موقوف حدثنا ابن واهب عن سلة بن علي وموسى بن شيبة عن الأوزائي عن حسن بن عطية عني بن عباس قال الأرض سبع أجزاء فستة أجزاء منهم يا جوجة ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق فصل ذكر نعيم بن حمد في كتاب الفتن حديثا برقم 1622 حديث مقطوع حدثنا يحيى بن سعيد حدثني سليمان بن عيسى قال بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام إذا قتل الدجال ونزل بيت المقدس ظهر يأجوج ومأجوج وهم أربع وعشرون أمة ياجوج ومأجوج ويناجيج وجاجو والغسلائيون والسبتيون والفازانيون والقوطانيون وهم الذين يلتحفون يلتحف أذنه ويفترش أخرى والزيطيون وهم الزيط لزيطس الرماديين والكنعانيون والدفرائيون والخاخونيون وهم الأنوناخي الأنوناخي أو المؤتفكات والأمطاريون وهم لسنطار نصفه إنسان ونصفه حصان ألفاد السنطار الأمطاريون بن قنطراء والمغ غاشاء ورؤوس الكلاب وهم رؤوس الكلاب والثعالب ورؤوس أو القطرب رؤوس الكلاب فهم جميعهم أربع وعشرون أمة إلا يمرون بحي ولا ميت إلا أكله ولا بماء إلا شريبه ويشرب أولهم أبو حير الطبارية ويمروا آخرهم فلا يجدون ماء حتى يجتمعوا ببطن أريحة فإذا سمع عيسى فإذا سمع عيسى فزع إلى الصخرة ومن معه الصخرة أي قبة الصخرة في فلسطين لينتقلوا إلى طوروس كوكبة الثرية ومن معه من المؤمنين فيقوم عليهم خطيبا فيحمد الله ويثني عليه ويقول الله منصر القليل في طاعتك على الكثير في معصيدك هل من منتدب فينتدب رجل من جرهم ورجل من غسان حتى ينزل أسفل العقبة فينزل الغساني فيقود له الجرهمي لست هناك قوله 24 أمة منها رؤوس الكلاب معروفة والذين التحفون وذنان ويفتلشون أخر أمة معروفة والأنطوريون أمة معروفة نصف إنسان ونصف حصان وكذلك الخو الخاخونيون وهم زانوناكي والمؤتفكات وكذلك الزيقيون وهي أمة الزيق الرجال الرماديون والله أعلم أهل مدينة جابلقا وجابرصا الدليل على وجود هاتان الأمتان والحدث الطويل الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الأمم والملوك المعروف باسم تاريخ الطبري حيث قال ما نصه حدثني محمد بن منصور قال حدثنا خلف بن واصل قال حدثنا أبو نعيم عن مقاتل بن حيان عن عكرماء قال وذكر الحديث بطوله إلى أن قال قال النبي وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فدعوت يا جوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل فأبوا أن يجيبوني ثم انطلق بي إلى أهل مدينتين فدعوتهما إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا فهم في الدين إخواننا من أحسن منهم فهو من مع محسنكم ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم ولقد جاء ذكر الخبر أهل مدينة جابلقا وجابرصا الذين في المغرب والمشرق في كتب أهل السنة وفي كتب العلماء والمفصرين والمؤرخين والجبراطيين والرحال العرب القدامى رحمه الله تعالى والله أعلم قال العلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه قصة لمبيا تحت عنوان القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفاتهما ما نصه حدثني محمد بن منصور قال حدثنا خلف بن واصر قال حدثنا أبو نعين مع المقاتل بن حيان عن عكر ما قال وذكر الحديث بطوله إلى أن قال قال النبي وعجبت من خلق الله وللعجب من القدرة في من لم نرى أعجب من ذلك وذلك قول جبريل عليه السلام لسارة أتعجبين من أمر الله سورة هود الآية ثلاثة سبعين وذلك إن الله عز وجل خلق مدينتين إحداهم بالمشرق والأخرى بالمغرب أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالح اسم التي بالمشرق بالسريانية مرقيسية وبالعربية جابلقة واسم التي بالمغرب بالسريانية جابرسية وبالعربية جابرس ولكل مدينة منهما عشرة ألاف باب ما بين كل باب ما بين كل بابين فرصخ ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة ألاف رجل من الحراس عليهم السلاح لا تنوبهم الحراس بعد ذلك إلى يوم ينفره في الصور فوالذي نفسه محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لا سامع الناس من جميع أهل الدنيا هدت وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب ومن ورائهم ثلاث أمم منسك ربما هي حضارة نسكة منسك وتافيل وتاريس ومن دونهم يأجوج ومأجوج وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل فأبوا أن يجيبوني ثم انتقل بي إلى أهل مدينتين فدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته فأجابوا وأنا وأنا فهم في الدين إخواننا من أحسن منهم فهو من مع محسنكم ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم ثم انطلق بي إلى الأمم الثلاث منسك وتافيل وتاريس فدعوتهم إلى دين الله تعالى وإلى عبادة فأنكروا ما دعوتهم إليه فكفروا بالله عز وجل وكذبوا رسوله فهم معي جوج ومأجوج وسائر من عصى الله في النار قال العلامة أو إسحاق ليس بوري المعروف بالثعالب رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء المسمى رائس المجالس تحت عنوان الشمس والقمر وصفة سيرهما وبدء أمرهما ومعادهما منص أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمد دون الثقة الأمين بقراءات عليه في صفر سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمئة قال أخبرني أبو حامل أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي الحافظ قال حدثنا أبو الحسني أحمد بن يوسف السلامي قال حدثنا أبو عصمة يحيى بن أبي مريم الخراساني قال أنبأنا مقاتل عن عكرم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال وذكر الحديث بطوله إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبت من خلق الله وما بين وما بين من القدر فيما لم يخلق أعجب منه ومن ذلك قول جبريل عليه السلام أني صارت أجبين من أمر الله وذلك أن الله تعالى خلق مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب على كل مدينة منهما عشرات آلاف باب ما بين كل